العيد عنده نكهة خاصة، طقوس خاصة، ثقفة خاصة، عدد تقاليد خاصة في الجزائر للإنسان الجزائري صدق لي أخي مولود؟ لو تقوله خلص ألف دولار أو عشرة ألف دولار باش جي تعيد بس كني يجي يعيد أنا كلموني أخرين قالوا لي لو لقينا طائرات ولقينا رحلات والله مستعدين أنه نخلصوا مئات باش نجيوا علاش فقط باش يعيش لحظات تاعدك اليوم أو اليومين يعني غير كي يدير الحنة في يده والأم التاع والجدة تاعد ديره الحنة ولا تدير الحنة في الكبش كما نديره هنا هذيك ما تلقاهاش يحبوا بسكنة يخلقوها يحبوا يعرفوا أبنائهم بالعيد يقول لك أنا أنا بابا كما علمني بابا نعلم ولدي لكن في آخر المطاف قوانين البلد اللي رام موجودين فيها التمنع حمد باش يوصلوا هذه المعلومة أو هذه العادة أو هذه التقاليد وعليه يبقى الجزائري مسكين وانتم مشكورين على ذلك أخي مولود صدقني أنتم كل القنوة الخاصة لركم تنقلوا هذه الأجواء وتخليوا المغترب أن يعيشها أنا كنت على سبيل المثال في منطقة القبائل أتنقل وأعطي معلمات على المباشر نحن في مدينة أزفون هذه المدينة العريقة هذه المدينة عادة السكان قالوا للناس يعني سبحان الله أنا عايشين معك وكأنه في الجزائر لأن الجزائرين خارج الوطن ما يعرفوش كلها منطقة القبائل ما يعرفوش كلها منطقة الأوراس ما يعرفوش كلها منطقة وهران وبالتالي إحنا نذبينا يعني من أبنائنا لو كانت الآن الحمد لله يعني الدولة دارت هذا الفتح الجزئي وربما كذلك معلومة يجب أن نعطيها جماعة لي كانوا في الحجر خلهم يخرجوا لأنك